لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً جعل إله آخر مع الله والعياذ بالله يكون بعبادة غير الله أو بجعل غير الله كالله فيعتقد فاعل ذلك أن غير الله يضر وينفع ويعطي ويمنع أو بجعل العمل لغير الله وذلك هو الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ومن جعل مع الله إلهاً آخر صار مذموماً مخذولاً مذموماً تلحقه المعايب ويبغضه الناس مخذولاً غير منصور فيكون ضعيفاً لا قيمة لها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين